شكراً السيدة الرئيسة يشرفني أن أدلي بهذا البيان بالنيابة عن رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي سعادة السيدة موسى محمد فقي الذي لم يتمكن من الانضمام إلينا اليوم وبدايةً أود أن أهنئكم على ترأس مجلس الأمن خلال شهر أبريل نيسان وأشكركم لدعوة الاتحاد الأفريقي للتحدث في هذه الأوقات الحساسة وشكر موصول كذلك إلى الأمين العام والسيدة بيرتاس والسيدة موسى على إحاطاتهم وأنا أتطلع إلى الاستماع إلى إحاطة مبعوث الإيجاد السيد إسماعيل وايس السيدة الرئيسة أعضاء المجلس الموقرون إن دور الاتحاد الأفريقي في دعم الأطراف السودانيين الوطنيين قد أفضى في أب أغسطس 2019 إلى اتفاق انتقالي وهذا الاتفاق قد سمح باستقرار نسبي لسنتين وشمل ذلك في العام 2020 توقيع اتفاق جوبا للسلام مع المجموعات السودانية المسلحة وخلال تلك الفترة نزعت السودان عن قائمة الولايات المتحدة للدول الرعية للإرهاب وشهدنا عودة السودان إلى الأسرة الدولية واتخاذ قرارات جوهرية حول إلغاء الديون والمساعدات التمامية والاقتصادية إثر عقود من العقوبات أو الجزاءات على السودان ما سمح بإرساء أسس سودان مزدهر ومستقر ولكن في أكتوبر 2021 حصل الانقلاب وأدى ذلك إلى تعليق مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الأفريقي لمساهمة السودان في كل عشدة الاتحاد ونذكر بأن الرئاسة قد سافرت إلى السودان خمس مرات منذ انقلاب تشرين الأول الأكتوبر للتواصل مع الأطراف العسكريين والمدنيين والضغط عليهم للتواصل إلى اتفاق من أجل إعادة حكومة بقيادة مدنية وإنهاء المرحلة الانتقالية بتنظيم انتخابات عامة ومنذ العودة إلى العنف الذي بدأ في الرابع عشر من نيسان أبريل من هذا العام أصدر الاتحاد الأفريقي بيانا دعا فيه إلى نزع فوري لفتيل التوتر وإلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى طاولات المفاوضات ومن جانبه إن مجلس السلم والأمن قد عقد جلسة طارئة للنظر في التطورات المقلقة في السودان وخلال هذا الاجتماع طالب المجلس الأطراف السودانيين اعتماد حل سلمي والحوار وقد طلب كذلك إلى رئاسة المجلس أن تستخدم مساعيها الحميدة للتواصل مع المتنحرين وانطلاقا من هذه الروحية عقد الرئيس اجتماعا ملحا رفيع المستوى في العشرين من نيسان أبريل دعي إليه أمين عام الأمم المتحدة والإيجاد وجامعة أدوال العربية للاتحاد الأوروبي والأعضاء الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الثلاثة العضاء في مجلس الأمن ودول مجاورة للسودان كما المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة قطر والنرويج والمشاركون من ضمن أمور أخرى اتفقوا على الاستنتاجات التالية أدانوا العنف ودعوا إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار للسماح بالاحتفال بعيد الفطر ما يمهد لوقف أكثر دواما لإطلاق النار طلبوا كذلك المتقتلين بإقامة ممرات إنسانية والسماح بوصول من دون عقبات للمساعدات الإنسانية لاستجابة للحاجات الملحة للسكان بما في ذلك إعادة تأهيل واستخدام البنى التحتية الأساسية المدنية ولسيما الخدمات المائية والكهربائية واحترام سلامة الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وإعادة فتح البنى التحتية الخاصة بالنقل مثل مطار الخرطوم الدولي دع المشاركون كذلك إلى استئناف فوري للعملية السياسية من خلال الحوار والمفاوضات من أجل تشكيل حكومة جامعة بقيادة مدنية رفض المشاركون كافة أشكال التدخلات الخارجية والتزم المشاركون بالتنصيق والتعاون في عملهم المشترك وفي هذا الصياق طلبوا إلى الآلية الثلاثية بقيادة رئيس مفاوضية الاتحاد الأفريقي أن توسع لتشمل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والترويكا وأطراف صنائيين للتواصل مباشرة مع قيادات القوات السودانية المسلحة وقوات الدعم السريع وأصحاب الشأن الآخرين ويتوقع من الآلية الموسعة أن تجتمع في الأيام القادمة لمناقشة خطوات عملية فورية تتعلق بوقف للأعمال العدائية مرتبط بالوصول الإنساني وكلاهما يحظى بالأولوية قبل أي من الخطوات الأخرى وكل ذلك يقوم على المبادئ التوجهية للاتحاد الأفريقي ولاسيما أنه ما من عمل عسكري يمكن أن يسوي هذه الأزمة وأن أي عملية سياسية يجب أن تكون عملية سياسية تقوم على ما تم الاتفاق عليه وأن أي عملية سياسية يجب أن تكون عملية بملكية سودانية وجامعة وكرروا كذلك رفضهم لأي تدخل أجنبي يمكن أن يفاقم الوضع الخطير في السودان والمنطقة والقارة الأفريقية ويضر بملايين المدنيين الأبرياء السيد الرئيس أود كذلك أن أذكر بأن اجتماع العشرين من أبريل نيسان قد فوض الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بتنسيق العمل الدولي حول السودان بغية التوصل إلى إنهاء فوري للعنف وزعزعة الاستقرار في السودان والمنطقة والقارة فثمت خطر حقيقي بامتداد النزاع إلى المنطقة وتحوله إلى نزاع دولي فكل المكونات موجودة ومهيئة وقد شهدنا ذلك منذ أحد عشر عاما في ليبيا وهي على حدود السودان الشمالية وبالتالي إن المنطقة برمتها ما زالت تتأثر بنتائج ما حصل منذ أحد عشر يوما لذلك على الأسرة الدولية أن تتحدث بصوت واحد وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وأود أن أؤكد على دور الإيجاد المهم وذلك أساسي لإعادة الأطراف السودانيين إلى الطاولة وتشجيع الحوار السلمي في هذا السياق تطلع الاتحاد الأفريقي إلى الزيارة التي سيقوم بها بعثة الوساطة رفعة مستوى تابعة للإيجاد إلى السودان ويعرب الاتحاد عن استعداده لتيسير هذه الزيارة التي ستمثل مساهمة مهمة للجهود التي تبدلها الأسرة الدولية برمتها ومن وجهة نظر أوسع يستمر الاتحاد الأفريقي بالتعبير عن بالغ قلقه إزاء النتائج التي يمكن أن يستتبعها الوضع الخطير الحالي على العملية السياسية بشكل عام التي كانت قد سجلت تقدما مهما بالرغم من الصعوبات التي واجهتها يتعين على الأطراف السودانيين أن لا ينسوا الهدف الأساس من تشكيل حكومة جامعة بقيادة مدنية يرأسها رئيس الوزراء رئيس وزراء يعين بالتواثق لإدارة العملية الانتقالية نحو الديمقراطية في السودان وعلينا أن نستفيد من الشراكة الاستراتيجية بين منظمتين أي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومع الأطراف الإقليبيين لتعزيز التنسيق حول مختلف النواحي ما يسمح بزيادة جدوى هذا الدعم وتأثيره الإيجابي أخيرا سيدة الرئيسة أكرر دعوة أمين عام الأمم المتحدة إلى كل المتقاتلين لنزع فتيل التوتر وإلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بغية تسهيل الجهود التي تبذل وعلينا أن لا ننسى الأكثر تضررا من دوامة نزاع هذه الشعب السودان ويجب أن نستمر بالانخراط معهم وسيتابع الاتحاد الأفريقي رصد الوضع عن كثب وسوف يحيط المجلس بأي تطور وشكرا